اشتركوا في القناة شهر رمضان المبارك وفي فقرة فعليات الفجيرة هناك اختتام لمنافسات بطولة التكواندو في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب أما فقرة السنع اليوم بنتكلم عن أو اخترنا لكم موضوع وهو موضوع التلي وهي من المهن النسائية الشعبية المعروفة مشاهدين لا تنسوا تتفاعلوني إيانا عبر هاشتاك صباح الخير يا وطن على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الفجيرة مشاهدين صباح الخير في حلقة يديدة من برنامج صباح الخير يا وطن وفي حلقتنا اليوم عندنا وايد مواضيع وفقرات وتقارير نتمنى أنها تنال على إعجابكم ومكانكم طبعا التفاعل وإيانا من خلال هاشتاك البرنامج صباح الخير يا وطن على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة ومثل عادة مشاهدين نبدأ حلقتنا بفقرة طقس الإمارات اللي من خلالها نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف مناطق الدولة نروح نشوف تقرير عن الطقس ونرجعلكم مرة ثانية موسيقى 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 ومن بعد فقرة الطقس مشاهدين نبدأ بأول موضوع في حلقتنا لليوم عن المأكلات اللي تساعد على التغلب من الأرق يعد النوم جزء حيوي من حياة الإنسان وسلامته البدنية والنفسية لأهميته في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الأداء وتعزيز المناعة والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المذمنة لذلك اليوم بنتكلم عن الأغذية التي تساعد على تحسين جودة النوم مع ضيفتنا في الاستوديو ولكن بعدما نشوف تقرير أعدة زملتنا شريهان نروح نشوف التقرير ونجعلكم مرة ثانية موسيقى المشكلة المنتشرة في مجتمعنا النهاردة ويمكن بتأثر بشكل كبير على جودة حياتنا اليومية النهاردة هنتكلم عن الأطعامة اللي بتساعد في تحسين نومنا والتخلص من مشكلة الأرق أنا ما نمتش ومش عارفة أكمل يوم إزاي من الأطعامة المهمة جداً اللي بتحتوي على الماغنسيوم طمرة الموز لأنها بتحتوي على 112 سعرة حرارية أي 8% من الماغنسيوم وده بيساعدك على الحصول على نوم جيد خالي من الأرق اللوز نوع من أنواع المكسرات بيساعد في تحسين جودة النوم وكمان بينظم الساعة البيولوجية الداخلية وكمان مصدر ممتاز للماغنسيوم لأن كل 28 جرام من حبات اللوز توفر 20% من الاحتياج اليومي لكل جسم وكمان الكيوي من أكثر الفواكه ده تقيمة غذائية مرتفعة جداً لأنه بيحتوي على الفيتامينات والمعادن بالإضافة للألياف الغذائية فهي غنية جداً في فيتامين سي وده بيساعد جداً في تعزيز المناعة وكل ده بيخلينا النوم مرتاحين بدون أرق لاحزنا أن كل الأطعامة اللي بتساعد للحصول على نوم هادئ بدون أرق بتحتوي على الماغنسيوم إيه الماغنسيوم؟ لأن ثبتت الأبحاث العلمية الحديثة عن المعدن إن الماغنسيوم بيساعد الجسم والدماغ على الاسترخاء وكمان الماغنسيوم بيحتوي على أكثر من 300 تفاعل كيميائي وده بيخلي الجسم وكل الوظائف اللي فيه بتعمل بشكل صحيح ردنا لكم مشاهدينا وعشان نتعرف أكثر على تفاصيل أكثر عن هالموضوع معنا في الاستوديو الأخصائية، أخصية التغذية جوان غانم صباح الخير صباح النور بالأخبار نورتينها في الاستوديو اليوم موضوعنا هو موضوع يعني خلال نقول اللي هو الموضوع الترند أقوى برمضان لأن الناس لنا الحين عندها موضوع الأرق بعد رمضان بالبداية لو نعلق على موضوع البيديو اللي شفناه لزملتنا والأعدتة لزملتنا شريهان شكراً كثيراً عريباً كثير مو في الإد في يعني الأرقام الماغنيزيوم المعلومات اللي قالتها الحين بنتكلم عنها بالتفصيلة أكتر أوكي، هلأ أول شيء كثير مهم نعرف أنه التغذية هي عنصر كثير يعني جزء كثير مهم للحياة نعم كما نحسن نوعية النوم بس في عوامل تانية بتأثر بعد على النوم نعم أهمية التغذية هي أنه نحنا من خلال الأكل اللي بناكله بنقدر ننتج موات كميائية بتساعد على النوم نعم هي بتساعد الدماغ أنه يرتاح نعم هذا يعني بالملخص بالملخص أنزين سادة قبل ما نتكلم في موضوع شو أثر كل غذاء على موضوع أو عملية النوم حابين نعرف مثلاً أو نعرف المشاهدين أنه كيف تتم عملية النوم يعني فيزيليكية يعني الجسم كيف التفاعلات اللي يسويها حتى أن الإنسان يوصل لمرحلة النوم عملية النوم هي عملية شوية معقدة هلأ حكينا بالريبورت عن الساعة البيولوجي اللي هي سركيديان ريثم عملية النوم هي كلها العلاقة بالهرمونات نعم نحنا بس أول ما تطلع الشمس أوكي وبس تغيب الشمس يتغير الهرمونات بجسمنا بس تطلع الشمس الهرمونات بجسمنا بيقولوا لجسمنا أنه يفيق وبس تغيب الشمس بيصير في عنا تفاعلات بتخلي أنه جسمنا يبلش عملية الاسترخاء والنوم وهنا بنحكي عن مادة الميلاتونين اللي بنسمع أكتر شي عمنا نعم وهي بتعمل من السليب وايك سايكل بقولوله أهمية التغذية هي أنه مثل معلات بتساعد أنه بس ناكل نفرز المواد اللي بتتحكم بالهرمونات اللي بتخلي أنه ننتج هذا الهرمونات نعم جميل يعني نقول أنه في بعض الأغذية بتساعد على موضوع إما الاسترخاء أو تحفيز الميلاتونين نعم نعم الميلاتونين هو الهرمون اللي يفرز لحتى أن يستعد الجسم أو ياخد استعداداتها نهائية لموضوع النوم صحيح؟ هي مش بس يفرز النوم هي إلا علاقة بالسليب وايك سايكل يعني كمان إلا علاقة إذا كان الميلاتونين منخفض هون مقول للجسم أنه لازم يوعى يكون بحالة استيقاظ وإذا بس نقرب على بس تغيب الشمس بس شوية شوية يعلى الميلاتونين ونحن بحالة النوم الميلاتونين بلش كمان يضلوا عن بيعلى أوكي فهو بيلعب دور بالاستيقاظ وبالنوم بالنوم الاستيقاظ والنوم إذن سمعنا عن الساعة البيولوجية من بعد الروتين اللي كنا نستخدمها في رمضان وطريقة النوم وغيرها فنعرف المشاهدين شو هي الساعة البيولوجية تحديدا؟ إذا عم نحكي عن السريكاديان ريثم هون جسمنا هو كله إلا علاقة بالهرمونات نعم كما كما حكيت دائما نقول فالساعة البيولوجية هي مثل ما قلت كمان إلا علاقة بالنوم بالشمس بس تطلق وبس تغيب الشمس ففي عوامل بتأثر كثير على الساعة البيولوجية منها مثل ما قلنا بشهر رمضان إنه بتصير بالقلة بكل شيء بتصير معكوس فكثير سعب نرجع إنه نرده نرجع نلقج بس بأحسن حاليات نحنا ساعة البيولوجية طبيعية طبعا بتقلنا إنه لازم ننام بين الساعة التسعة الليل لساعة ستة الصبح هذا أحسن شي يعني تسعة في الليل الستة الصبح نزيل الساعة البيولوجية يقول مثلا والله ساعة البيولوجية تغيرت هل معناه إنه الهرمونات اللي هي مثلا منها الملاتونين اللي كان يفرز مثلا خلنا نقول الساعة تسعة الاستعداد للنوم قام يفرز مثلا في الساعة مثلا خلنا نقول ساعة تنتين نعم صحيح صحيح هذا هو التغير مش بس الملاتونين في كتير عوامل بتأثر يعني أي خربطة بالهرمونات بتأثر على الساعة البيولوجية أي توتر زايد بيأثر على الساعة البيولوجية لأنه كلنا العلاقة بالنيرو ترانسميترز أو المواد الكيميائية بتحكم بالدماغ فشو الإشياء اللي بتأثر على هاي المواد الكيميائية هي فيها تكون العلاقة بالملاتونين العلاقة بغير هرمونات فهي عملية مقادة شوي مقادة زي دور التغذية قلنا أنه الدور اللي هو يعني دور أساسي من الأدوار الأساسية حتى أنه تدخل الإنسان في مرحلة استرخاء ودخول للنوم ففي بعض الأغذية اللي تكون يعني تساعد على هالشي شو هي الأغذية رح أحكي عن الأغذية بتساعد بس كمان بدأ نحكي عن الأغذية اللي ما بتساعد هي أكتر دورة هون مهم هلأ شفت هون في موز وكيوي ما هزا مضيين نعم الكيوي تمام أحكي الموز في قلبه بوتاسيوم المينيرز يعني بنحكي هنا عن المينيرز بوتاسيوم الماجنيزيوم هو أكتر والكالسيوم هو أكتر معايدا بتساعد على النوم هلأ الكيوي بعد ما منعرف ليش بقدر يساعد هلأ عملوا دراسة جربوا يبحثوا شو الاشياء اللي فيها اللي بتساعد لقوا أنه يمكن فيها مضادات للأكسدة مضادات للأكسدة ايه بتخفف الإنفلميشن نعم التهابات بالجسط بس يخفوا هيدا الشيء بساعد للنوم بس هو أكتر لأن الدراسات فرجت أنه لاحظوا أن الأشخاص بيأكلوا كوي بتحسن نوعية النوم عنده هلأ بشكل عام لكل شيء بالصحة نقود دائما الأكلات الطبيعية هي بتساعد لكل شيء نعم فمنحكي هنا إذا بتكون تحسنوا نوم كون تركزوا على المأكلات الطبيعية جميل اللي بتحتوي أهم شيء على الزيوت الصحية مثل مثلا الأفوكادو زيت الزيتون السميك الغنية كمان أوميغا 3 مثل السالمن المكسرات بس هنا شفت هذه لميز أحضر المكسرات نعم هذه المكسرات هذا المكسرات والجد نكلة المكسرات التي تكون روش وهذه النية لا تعني مايقة على المكسرات التي تجه هيك نعم هناك ملح الملح تع rotation المقلية تمام ساذا المكسرات تساعد على النوم والتي تكون غير مطبوخة بتح equilibrium مسمكن بس toca الفكرة Почему بالضبط لأنها زيوت طبيعية ليس فقط لأن فيها زيوت طبيعية وهناك المجنيزيوم فيها تحفز الهرمونات التي تساعد الجسم على النوم مثل السيروتونين السيروتونين أنا عارف أنه له علاقة بالسعادة السيروتونين والدوبامين هو هرمونات السعادة والاسترخاء فالمكسرات نية والبزور فيه كثير مجنيزيوم المعادة يعني البوتاسيوم بتساعد على الاسترخاء يعني جميل أن الموضوع ليس بس أنه مثلا تحفيز الميلوتونين اللي هو عنصر أساسي في عملية النوم لا هاي مثل المكسرات فيها زيوتو فيها تساعد أو فيها عناصر لأنها تساعد لأن الجسم يفرز هرمونات شوي فيها سعادة السعادة تخفف التوتر فندخل في النفاق فهذه هي عدة عوامل يعني عملية النوم هي مش بس عملية أنه نسكر عيوننا لا هي عملية استرخاء كمانا وأكترية الأشخاص بعينهم الصعوبة بالنوم هنه ما عم بيقدروا الريسابتورز بالدماغ أنه يقولوا للدماغ أنه يلا رتاح هال مشكلة الأساسية فهي عملية تأثر على هذه الريسابتورز منهم للأكل وفينا نحصنه من خلال التغذية الصحية التغذية الصحية الكيوي تكلمنا عنه أنه فيه مضاد للأكسيدة ومضاد للأكسيدة يخفف الالتهابات في الجسم وبالتالي يساعد بعد على النوم نسان فيه أشياء ثانية بعد فيها مضادات للأكسيدة مثلا عندك الفراولة سهل أن الفراولة ممكن إذا ما عندنا كيوي الفراولة تدخل مكان الكيوي مثلا الفراولة الفراولة مثلا الأناناس مثلا المانجو هولا الفراولة أكثر شيء مثل الموز كم الموز نعم نتكلم عن الموز هنا عرفنا أن الكيوي فيه مضادات أكسيدة فهالشي يساعد على النوم هنا فيه مواد تساعد على إنتاج السيرتونين والأشياء التي تجلب السعادة الموز شو فيه؟ فيه بقلبه بوتاسيوم وفيه بقلبه مثل كمير حسب بأي حال هنا الموز تعرف يكون أخضر يكون احتواء على السكرية غير بس يكون مستوي كتير بس يكون أخضر بيكون بيحتواء على ألياف أكتر ألياف أكتر تساعد في الهضم الألياف ساح فبيكون أهيان هضمه بس كمان في دراسات بتفرج أن المأكولات تحتواء على السكر الكمبلكس يعني مش السهل نعم مثل الأوس مثل الشوفان مثلا كمان بتقدر تحسن النوم فالموز لأنه بيحتواء على بحالته بس يكون أخضر أكتر على ألياف وشوكار السكريات المأكداء وكمل لأنفي بقلبه بوتاسوم وغير ما عادي تساعد على الاسترخاء وعلى النوم نعم سبحان الله أنه فيه اعتقاد خاطئ عند الناس مثلا يقول لك أنا أكل موزة قبل الجيم الجيم يعني هو أصلا يساعد شوي الموزة على الاسترخاء أكيد هو لأنفي بقلبه بوتاسوم قبل الجيم بوتاسوم كتير مهم كتير مني حكيت عن هالنقطة لأنه البوتاسوم بيلعب دور كتير مهم بالطاقة كمان فبيعمل ريجليشن يعني كل شيء بجسمنا يكون على الأد نعم في الأشياء نفسها تقدر أو تعطيك طاقة أو تقدر تخفف يعني تعمل لك ريلاكسيشن يعني عندنا الحين على الأقل هنا في الطاولة تقريبا فيه ثلاث عناصر وكل واحد يعني يحفز شيء أو عامل ثاني غير العنصر الثاني يساعد على النوم مشكلهم مثلا مشتركين في عامل ومشتركين في عالم واحد أنزل الماغنيسيوم هنا موجود نقدر نقول أنها أكثر عناصر غذائية اللي فيها ماغنيسيوم فالناس تتجه للموز والموز اللي هو ما يكون مستوى صحيح؟ لا ما أقول له على ما يكله موز كثير مستوى بس بحكي عن السكريات السكريات تكون أقل هنا بس هو أكثر بوتاسروم بقلبه مثلا الماغنيسيوم مثلا المكسطرات كمان فيها كثير ماغنيسيوم تمام شوفي عناصر ثانية غير الموجودة عندنا هنا في الستوديو بعد تساعد على النوم على حكي عنصو يمكن العالم هنا ما بعضها بيحبه العالم ما كتب بيحبه يأكله فيه وخدره ما بعرف ليه إذا حبيه مثلا الدارك شوكولت بيحتوي على مادة السيروتونين بيقدر يساعد تحفيز يعني مش الشوكولت بيقدر الكاكاو والخام يعني مثلا إذا حبين قبل ما تناموا تشربوا مثلا عن حليب حليب كمان يعني أنا بيحتوي على الكالسيوم وماغنيزيوم ديرها سيد تفاجئ إنه إذا منشرب حليب هكي فاتر بيقدر يساعد أول يوغيرت حتى الروم يعني بيساعد عنهم فإذا خلطنا حليب مع كاكاو حليب مع كاكاو حليب فيه كالسيوم وهي يساعد على النوم وبعد إنه الحليب أو والروب إنه فيه بعد إنه يعني يخفف حموضة إذا كان الإنسان عنده حموضة بعد يسهل الهضم كمان يسهل الهضم فبعد يساعد على النوم إذا خلطناه في الكاكاو الكاكاو لأنه يساعد على إنتاج هرمونات السعادة وبالتالي تقليل التوتر وبالتالي دخول في النوم صحيح نعم وإذا حبيه مساعد من نام هلأ رح نحكي عن القهوة إذا بتحب نحكي عن القهوة ياري أكيد بس نتجنب قد ما فينا محفزات يعني اللي بتساعد إنه بتخلينا نظلم مغطرين أكترية الأشخاص بيعرفوا القهوة إنه بتقلق بس ليش بتقلق هي مثل ما قالت عملية النوم هي عملية أو الاسترخاء كمان هي عملية عادة بالدماغ بتصير ففي عنا مثل قفل إذا بدك واقف هيك على عدة محلات بالدماغ هيدا القفل ناطر مفتاح تيفتحه بس بس يجي الكافين اللي هي موجودة بالقهوة بتوقف على هيدا القفل وخلاص بطل فيه هرمونات التانية بتقول خلاص مش الحال أنا ما بقل لدول هل تسوي القهوة؟ نعم بتوقف على ريسبترز اللي بقلها عليها بالاسترخاء نعم بالاسترخاء فهون بتضله ممنوع بقى يجي ولا مفتاح تيفتح الأماكن اللي بتخلي بالدماغ بتخلي جسم يسترخ نعم مستقبلات بالدماغ فهون غير أكلات غير أشياء غير الكافين السكر المشروبات اللي كتير فيها سكر ومشروبات اللي فيها كتير سكر وكافين مثل المشروبات الغازية مثلا نعم فلازم نبتعد عنهم هودا أكتر نبتعد عنهم قبل النوم بكم ساعة؟ ست ساعات ست ساعات أربع لست ساعات اه يعني اللي يقول مثلا أنا والله شربت قهر الصبح ممكن ما عرف نام حسب أي ساعة بنابس هو يحسب أربع لست ساعات بس هو كلمان نحنا نضلنا يمكن لأنه بتعطينا الطاقة أو هيك القهوة كتير مفيدة ما عم بقولوا ما نشرب نعم بس أنه قبل ست ساعات نعم أوكي بالنسبة كنت عم بقول بس إذا حبين نحنا نسترخي فينا يعني نتجه للمشروبات اللي بتترخي الأعصاب مع الدارك شوكليت كمان إذا ما بتحبوا تأكلوا الخضرة هلأ لازم ناكلهم لا بالنسبة لينا ما عندي مشكلة مع الدارك شوكليت ايه ففينا مثلا نشرب بابونج مع الدارك شوكليت مثلا بدل أهم آه دور الأعشاب بنتكلم عنها بعد الهين دور الأعشاب فيه أعشاب بعد إذا ما عندنا مثلا هالعناصر وكذا فيه أعشاب معينة تساعد على الاسترخاء والدخول في النوم شو الأولوية شو أولها مثلا لكم هلأ أسهل شي أنا ما بدي حكي عن أعشاب صعبة طعب في كتير فينا نحكي عن أعشاب تلاقوها بالأدوية في مراكبات الأدوية بس أسهل شي تلاقوه البابونج اليانسون اللافندر هوا كتير بيساعدوا يعني عن جد وجربين الأشخاص بقلون يجربون وأنا وحدة منهم إذا أخذتون بالليل مع ماجنيزيوم مع الماجنيزيوم حبوب الماجنيزيوم حبوب الماجنيزيوم هوني خلاص يعني جربون اللافندر تحديدا يعني فيه ناس تستخدم حق النوم إنه ممكن تأخذها كمكمل غذائي أو إنه مثلا ريحة اللافندر نفسها تسأل عنه أي أكثر فعالية في الاثنين؟ دائما نحن نشجع الأشياء الطبيعية مكملات أكيد كثير فيها تساعد بما يمكنك بس نجرب نتعد عنه إذا نحن مرنا بحاجة إلا فلا إذا بتجربوا الأشياء في زيوت اللافندر مثلا فينا نحطهم على مثلا الإيد ورد دينة هذا كمان كثير بساعد على الاسترخاء فما فينا نحن ضغر نتجه للسابلمنت متساعد على النوم أو حتى الأدوية قبل ما جربنا الوسائل الطبيعية جميل يعني أنا بشجع العالم جربون وعنجد رح يلاقوا نتيجة جميل أرجع للقهوة مرة ثانية في بعض الناس القهوة والكفايين في بعض الناس يقولك أنا أشرب يعني غلاس غلاسين وما يأثر علي فهل بيكون وصله لمرحلة قل نقول شوي التشبع الجسم عنده صار تعود على موضوع الكفايين فصار ما يأثر فيه شوي موضوع غلاس والغلاسين ويقولك عالي ممكن نشوف شو يعني ما بيأثر فيه هل هو دائما معوض أنه يكون بحالة تشنج فهو معروف أنه يأثر على جسم نعم على الإنسان الطبيعي بس ممكن الإنسان بثبت الإدمان زائد على هذه المواد تصار الجسم حساسيته أقل مثلا lei أنا بقول أنه هو الشخص يتعود على أنه يتظل ممكن يتظيف عنده عاد أنه يتظل هذا يعني بحالة استيكاوز كلوقت فلا، ما بنصح يعني العالم يشربوا أكثر من كوبين بالنهار ومشكلة أنه أكثر عالم صار معوادين على أنه هن موترين هذه المشكلة، نحن موترين ولمش يعرفين هو فيه كل موتر مش عارب فجسمنا بحاجة أنه يرتاح وينام لفترة 7 إلى 8 ساعات بالنهار 7 أو 8 ساعات إذا نحن ننام أقال، نحن معوادين أن يكونوا موترين أو إذا نشرب أهواء، نحن معوادين أن يكونوا موترين سادة، موضوع النوم بداية أنه شو أثرة على التغذية؟ يعني إذا قل النوم، هل يزيد مثلاً أن أكلنا يزيد؟ لأن بعض الدراسات تقول أنه زيادة الوزن مرتبطة أحياناً تكون بقلة النوم وجدوا أنه مثلاً في بعض السيدات تحديداً إذا قل النوم عندها يزيد وزنها يزيد أكلها فشو تأثير قلة النوم على الشهيد؟ الآن نجعل السريكاديان ريثم أو الساعة البيولوجي مثل ما أنها هي عملية هرمونية معقدة، عملية هرمونات كل الهرمونات بتأثر على بعضها إذا هرمون واحدة حتى إذا ما خاصة بالوزن يعني مثلاً عم نحكي مثلاً ميلاتونين، سيروتونين، شو خاصة بالوزن؟ بس لا، هي بتأثر لأنها تشتغل كلها سوا مع بعض فإذا صار في عنا اللي تنوم مزمنة أو إنسوميا مزمنة هذا الشيء بأثر على الهرمونات بالجسم، الهرمونات حتى اللي بتتحكم بالوزن لأنه بس نحنا ما ننام بيعلى شو هرمون الكورتزول، هرمون التوتر؟ هذا الهرمون عن جد ما بدنا يعلى بالأوقات الغير مناسبة إذا أكلنا نحنا والهرمون التوتر مرتفع عنا رح سير في زيادة وزن رح سيفي عنا كمان غير هرمونات ممكن تأثر على الشهية وعلى الجوع، على مالية الشهية والجوع النوم أكيد بلعب دول بتوازن الهرمونات، بيقدر قلة النوم تقدر تسبب مكاومة للإنسولين غيرها من عدم توازن بالهرمونات، توتر دائم، يعني هذا كلها بأثر على الوزن نعم قلة النوم يعني مثلا نقول فيه معدل معين لعدد الساعات، الموضوع مختلف عليه أحد يقول لك سبع ساعات، هاي يقول لك ثمان ساعات، شو المعدل الطبيعي النوم؟ نعم نفسر ليش مهم بالنام؟ نعم نعم جسمنا نعتبر انه نحنا كل نهار عم نشتغل عم نعيش حياتنا طبيعية ونحنا مش منتبهين انه قدي حجم الأفورت أو الأنورجي نحنا بالطلبة جسمنا كرمال نعيش نعم فكتير مهم بعملية النوم انه جسمنا بيستفيد من هالساعات كرمال يرتاح كم ساعة هو لازم له؟ لازم له سبع اثمان ساعات يرتاح، شو يعني يرتاح؟ انه يعني تخف الطوطة حرارة الجسم، يركز نحنا بالنهار بكون عم نركز على انه نحكي على انه نمشي على انه ناكل فبس نحنا نحنا ونامين بطل في هالعوامل فالجسم بيركز على انه شفاء على اذا صار فيه اي التهابات يخففهم فهالعمالية بتاخد سبع اثمان ساعات، اذا نحنا عم ننام اقل يعني ما عم نخلي جسمنا يرتاح حتى فينا اقول انا ما بيكف انا بنام ثلاث ساعات بس هيدا الشيء ما انه صحيه وهذا الشيء يمكن هلأ ما عم نحس بنتيجه بس على المدى البعيد اكد راح حسك فيه مشاكل نعم ساد اجوان لو حد مثلا سألش انه انا الحين بدخل مرحلة النوم وكذا ومستعد وكذا كتغذية الاولوية حكشو مثلا شو بتنصحي ياخذ شي من الاشياء انه ذكرنا وايد اغذية انه تساعد على النوم خلنا نقول مثلا انا اخذ شيئين شو اكثر شيئين ممكن يساعد على النوم منها العناصر الغذائية اللي تكلمنا عنها يعني كاولوية مهم ما يكون شربين قهوة قبل ما ينام والاهم راح يساعدون اكتر شيء هو مشروب الكاموميل واللافندر فيه ميكس بيجي مع بعض وحبتين ماجنيزيوم حبتين حبتين لاربع حبوب ما ياخدوا حبة واحدة بدنا نطلع ورا اكترية الاوقات بيكون حبة الماجنيزيوم السابليمنتس حبتين لاربع حبوب دور المكملات الغذائية بعض الناس انما ياخدون مكملات غذائية عشان النوم وبعض الناس ياخدون ميلاتونين بنتكلم عنها الحين الماغنيزيوم عدة أنواع فشو نوع الماغنيزيوم محدد اللي هو حق النوم اللي يساعد النوم صحيح كتير مهم كمان اكترية الأشخاص بيقولون عم بيخود ماغنيزيوم ما عم بيستفيد بيجي بتطلع غير انو ما عم بياخدوا الكمية المناسبة بياخدوا حبة مثل ما قررت حبتين لاربع حبوب كلنا عم بياخدوا الفورم الغلط في عنا المجنزوم الأوكسايد السايتريت الماليت الكيليت فهون منضيع بس إذا حبّين تعلّوا مستويات المجنزوم على المدى البعيد وتنام ومزبوط لجليسينيت قبل النوم لجليسينيت لأنه في عدة أنواع فعلا عادي تشتغلوا على المعدة إذا نشو المقدار بالنهار بنصح 400 ميلي جرام فهنا الحبوب عادةً بيجوا واحدة بيكون فيها تقريباً 100 ميلي جرام أبنصح كل الأشخاص يقروا على السابليمنت فهنا نقول حبتين لأربعة حبوب النهار حبتين لأربعة حبوب زين متى أنا كشخص أخذها قبل النوم؟ مثلاً أحب أعدل ساعتي البيولوجية بعد رمضان كذا أخذ هذا السابليمنت أو المكمل الغذائي اللي هو المغنيسيوم غليسينيت مثل ما قلنا إنها متى أخذها قبل النوم حتى أنها تعطيني مفعول هلأ فينا ساعة نص ساعة ساعة نص ساعة ساعة بس تغيب الشمس فينا نأخذ مهم ما نأخذه نحن وعننا شي مهم يعني مثلاً مؤابلة أو شي نص ساعة ساعة زين في بعض المكملات الغذائية تلعب دور العكس يعني لا تنشط الجسم وفي بعض المثلاً أشوفهم في الجم الجم وكذا يأخذون بعض المكملات الغذائية إنما تخليهم شو يرقدون أو ينامون في الليل مثلاً كان سمعت مثلاً ممكن فيتامين ب أو بي 12 تقريباً لأنه ينشط فشو المكملات الغذائية لها دور ثاني عكس البي كومبلكس أكيد البي كومبلكس لأنه هو دوره يعطي طاقة للجسم فيتامين بي وأكتر شي ستيل فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي كتير مهم بعد الكوفيد الأشخاص عم بيأخذوه ألف لألف وخمسينة ميلي جرام بالنهار خاص بشكل دوري بنتبهي مكمل فيتامين سي لأنه نوع مكملات يجب أن يتخذوا بشكل دائم لأنه مضاد أكسد كتير قوي فما بنصح الأشخاص يأخذوك مكمل لشهر يعني حسب حاجتهم نتجنب أكيد نأخذوه قبل النوم لأنه يعطينا طاقة بيعطي طاقة نبعد عن الجسم الفيتامين سي وهو بي كومبلكس هاي المكملات ترفع إذا فيه أي مكملات تنحيف عم نخذها اللي هي فيها بتحتوي على الكاتيكنز أو المواد الشاي الأخضر أو الكافين شاي الأخضر أو الكافين يعني أي مكملات تحتوي على كافين كمانا نعم يمكن ما يكونوا عارفين بس إذا هوا مشروباتها أكثر يتلوقت الوقت بيحتوي على كافين تورين هاو الأشياء معقولة تسبب كمانا أرى نعم نتكلم من هنا عن العادات الغذائية بعد اللي هي أصلا تأثر على النوم يعني مثلا فيه ناس تقول والله لا تاكل قبل لا تنام بساعة فيه ناس تقول لك لا ساعتين فشو المعدل الطبيعي اللي يأثر على جودة النوم أربع ساعات أربع ساعات إذا منقدر ندخلها بالروتين كمانا أنا بالنسبة لي كمانا صعبة فإذا يعني من جوع أنا أول واحدة بجوع ساعة 12 بجوع بس ما بيكل بس إذا يعني صار عنا حالة بدنا نأكل نتجنب هو أحسن شي بيقول لك أربع ساعات ساعتين لأربع ساعات ساعتين لأربع ساعات بس ما فينا نأكل مثلا أربع ساعتين فاست فود مثلا لأن هذا الشيء كثير سيجعل الهضم صعب فإذا تأخرنا كثيرا نأكل أشياء تساعد الهضم ساحرة الهضم أشياء فيها مثلا ألياف مثلا تساعد على الهضم مثلا الروب سلطات مثلا مثلا شوية روب مع شوية فواكة هيك أشياء هالأشياء تساعد علينا إذن بما أننا تكلمنا عن العادات الغذائية التمرينات أو التمرين في بعض الناس تروح النادي وكذا قبل النوم فهالشي على بالهم أنه مثلا أنا يوم أتعب خلص يكون الجسم محتاج للراحة فأدخل على موضوع النوم يكون الموضوع سهل جدا عندي فهالشي دقيق أو لا إذا أنت تكون في حالة نشاط زائد صعب أنك تدخل النوم أي مفهوم اللي هو أدق هلأ كل الجسم شيء نعم في أشخاص بناموا أحسن حسب الأفرط اللي عم بيعملوه بالآخر بصرفي عندنا الأنوجي بتعلقة كثير بعدين بترجع بتوطى بس أحسن تمارين ينعملوا قبل النوم هنا تمارين الستراتشنج والريلاكسيشن يعني مش يكون كثير هادي يعني فيه بالعكس أشخاص بيقولوا لي أنه حسب أنا شو بشوف بيقولوا لي بالعكس بيعطيني طاقة بس أعمل الأكزورسايت فشو أحسن أنواع الرياضة ما يكون كثير قوية يعني بتعلق كثير الهارد تريت لأنه بتعلق الأدرانين يعني فأحسن شيء الستراتشنج التمارين الخفيفة قبل النوم التمارين الخفيفة عزي بعيدا عن الأغذية التي مثلا تحتوي على زيوت والمقالي والأمور اللي خلينا نقولها شوي على المعدة وتأخر النوم بعيدا عن المشروبات والأغذية اللي فيها سكريات اللي تساعد بعد والمكملات الغذائية اللي تنشط شو فيه مثلا أغذية طبيعية بس في نفس الوقت شوي تأخر موضوع النوم بتأخر النوم؟ بتأخر موضوع النوم شوي يعني هل مثلا التفاح منها؟ أه بتقل لي عن أشياء صحية؟ أشياء صحية بس ممكن تأخر شوي من موضوع النوم لأن في بعض الاعتقادات أنا أتكلم عن إعتقادات بعض الناس لأن الناس يعني في هالموضع لا أنا كما يكت عم ببحث مثلا المأكلات يمكن لي فيها فيتامين سي فيتامين سي بس هلا بالبحث اللي عملت وطولي أنه هون المأكلات بالعكس غريبة أنه فيها فيتامين سي بتحسن النوم مثل مثلا الكيوي بتعرف أن الكيوي في كتير فيتامين سي الأورنج الليمون مثلا في كتير فيتامين سي بس لأنه فيه بقلوم كل يعني عاصر الطبيعية عادة الفواكة والخضرة فيها ممكن أن نتأخر شوي نعم سادة نتكلم مثلا قلنا الكيوي قلنا الموز فهل نتكلم عنهم بطريقتهم الطبيعية هل مثلا لو خذناهم كعصير هل شيء يأثر أو ما يأثر لأنه على التغذية بشكل عام بتقل الألياف حلو هذا الموضوع بجارة بقتصره كتير بسرعة شو بيصير نحنا بس نعصر الفواكة أي فواكة شو بيصير بيبقى الفايبر الألياف تبقى بالعسارة ونحنا شو عم نستخرج منها نستخرج السكر والعناصر الغذائية صحيح الفيتامينز بس هاو العناصر الغذائية مثلا مدادات الأكسادة وين بتكون هي علقانة أصلا بتكون بالفايبر اللي نحنا عم تخلص منه بالألياف فأنا عم بشرب بس أعصر الفواكة عن جد عند وقت كتير أليلة تستفيد منها يمكن عشرة آية يعني ما فيه أعصرها أو أشربها تينين هون هون يكون عم بشرب سكر بس نشرب سكر هذا الشيء بالعكس ما بيخلي أنه ما أنه منيح لأ أي شيء صحيح ففي عدة طرق تنعصر الفواكة منها الكولد برس يعني إذا أنتو عندكن هيدا الجهاز اللي ما بيحمل الفواكة بس نعصرها يمكن نقدر نستفيد منه كم معي بيتامينز منها بس إذا أنتو عم تعصرها بالعصارة العادية وعم تشربوها بعد أكثر من 15 ديئة عم تشربوها بس سكر والسكر يعني ما فيه فويد له بالجسم يعني موضوع عصر الفواكه مش بس يأثر على الموضوع التغذية لأن الألياف تقل لا فيه بعض أشياء أو عناصر رذائي محتاجين حق النوم تكون عالقة في الألياف نعم نزيل نحن خلصنا نحن شهر رمضان بعد العيد كنا عم تبخير شو كانت مثلا أو شو النصايح اللي توجهين للناس اللي لنحين ما تعدل نومهم هلا بدنا نحكي مثل ما إلنا الساعة البيولوجية بدأ وقت تتراقلاج فغير النوق غير الأكل بدنا نشتغل على العوامل بتساعدنا ننام أول شي هلا في كتير إشياء رح قولها ما كتير أحبوها بس يعني نحن إذا بدنا نغير بدنا نعمل إشياء ما كتير محبنا هالطريقة الوحيدة نغير إشياء عادات من الحياة فأول شي غرفة النوم يعني نتجنى بيكون في كتير إضاءة بالقوضة نبعد التليفون ستوشيال ميديا الواي فاي هذا الشي بيسبب كتير توتر بلا ما أنا عارف يعني دائما عندنا هيدا الحاجة إنه نشوف غيرنا شو عم بيعمل هذا الشي بيعطينا لآخر لحظة في عمنا نعم هذا كتير ممكن أنتم مش عارفين بس هيدا أكتر شي عم سببكم يمكن نقلت نوم نعم يعني إشياء خايفين ينسوها أو إشياء زعجتهم هلا هالطريقة مش كتير نحنا متعرفين عليها نعم نفكرها ممكن كنا نعملها نحنا وصغار بس صدقوني إذا جربتوا تكتبوا قبل ما تناموا هيك بتكونوا حطيتوا الإشياء على ورقة وبتقدروا تسمحوا لدماغ كون يركز على إشياء تانية نعم غير هيك نتجنى بالستيمولنس أهم شي يعني مثل الكافين والإشياء بتسبب الأراك ونبلش ننظم نومنا إنا إحنا كنا بشهر رمضان عم ننام بوقت معين ونفيق بوقت معين نعم فنبلش لا نعم نزبط الساعة البيولوجية بدأ وقتها تتعدل بس أنه ننام كل يوم بنفس الوقت ونفيق بنفس الوقت نعم سادة في بعض الناس أنا أسمعهم طبعا بعض الاعتقادات أسمعها في المجتمع بشكل عام يقول لك والله أنا حسان أعدل نومي بعد رمضان لازم أواصل يوم يعني أواصل يوم حيث أني ما أنام أمنع نفسي ننام هل موضوع دقيق أو يساعد أو شوف كل جسم الشي كل واحد يعرف شو بناسبه بس علميا ما فيها هذا الشيء أبدا من صحي أنه تظل لك ويعي أكثر من 24 ساعة يعني مثل ما قالت جسم بده 7 إلى 8 ساعات فأنت تظل لك متواصل قدير رح تظل لك قادر تركز وجسمك يعمل كل الوظائف طبعا ما بعرف يعني نعم أزيل سادة تكلمت عن التليفون شو أثرها يعني شو اللي يسويه في الجسم بحيث أنها يأخر عملية النوم هلأ التليفون اللي بقلب التليفون أو التليفون التليفون نفس إضاءة توقع الإضاءة كتير مهمة مثل ما قالت سيركاديون ريدم أو عملية الهورمونات بالجسم كتير بتتأثر بالضو بالضو يعني نحنا بس تطلع الشمس بالمقلات وتغيب الشمس هورمونات تتعبدل بالجسم فنحنا إذا عملنا بغرفة فيها ضو أو إذا عم نطلع على سكرين فيها ضو مش أزرق هو الضو الأزرق اللي بسير هيدا الشي رح يقربط الهورمونات على مدى البعيد يعني ممكن لو نخفض مثلا إضاءة التليفون يكون التأثير أقل مسترع التليفون هو أوكي إذا خففت للإضاءة أوكي بس هو أنه نحنا عم نضلنا موترين هيدا الحاجة أنه نضلنا عم نعمل رفراش نتطلع أسن المخشغال هيدا الشي يشغل ما أكتر من أنه الإضاءة فأكيد جربوا بس نص ساعة بالعكس هذا الشي كتير رح يريح يعني نص ساعة وإضاءة الغرفة لازم تكون شوي ظلام عشان الهورمونات تفوز فيها بالآيفون مثلا فيه نايت مود تحطوا نايت مود تشوفوا بتلاحظوا أنه تغير لون للصفاري شوي نعم فالضو الأزرق هو بيكون أحسن بس نبتعد على الواي فاي حتى الواي فاي تعرف الزبزبات الواي فاي بتأثر على الدماغ هي ركومنديشنز أنه نطفى الواي فاي قبل ما نام حتى يعني حتى إذا تفيت الواي فاي على التلفون ما بعرف شو بيستبقلو والله أنا لين الحين الحديث لترند حاليا في الجماعات خلينا نكون اليوم نتيم مع بعض رمضان اللي يقول لك عدلت رقادك ولا بعد عدلت نومك أو بعد بدأ وقتا عملي محتاجوك الأموم ساعدنا بتواجدت ريانة شكرا تكلمنا في موضيع ثيرة عن موضوع التغذية والعوامل اللي تأثر على النوم لأخصائية التغذية جوان غانم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدين مستمرين وياكم لكن أقبل فاصل ردنا لكم من يديد مشاهدين وصلنا الحين لفقرة الفعاليات التي تتشهدها إمارتنا الحبيب الافجيرة يخصتمت مساء أمس منافسات بطولة التكواندو في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في مجمع زايد الرياضي والتي أقيمت تحت شعار خليجنا واحد شبابنا واعد وقدم أبطال الخليج الشباب في التكواندو مستويات متميزة أكدت على مستقبل واعد ينتظر رياضة التكواندو في البطولات الدولية المقبلة الحديث أكثر عن البطولة دعنا نرحب بضيوفنا في الاستيديو من دولة قطر الشقيقة الكابتن محمد عبدالغني مدرب منتخب مدرب الاتحاد القطري للتيكواندو والبطلة نور محمد الفائزة بالميدالي الذهبية في منافسات التكواندو بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب لكن خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة ثانية نشكر اللجنة المنظمة على هذا النقاح الباهر والتنظيم الأكثر من رائع حقيقة بكل المقاييس سواء فنيا أو استضافة وكل ما يتعلق بهذا اللعب حقيقة نشكر وعاجزين عن الشكر استمرار مثل هذه اللعبات وهذه اللعبة الأولى للشباب التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وأظهرت حقيقة تنافس كبير مستوى فني رائع من جميع الدول البشاركة وبالتالي ندعو إلى استمرار مثل هذه الدورات والاحتكاك بين اللاعبين في كل البلدان ويطور وينمي ويساعد على انتشار مثل هذه اللعبات التي لها دور كبير حقيقة في كل المجتمعات قبل الله أن نشارك في هذه البطولة أو المحفل الخليجي الأكثر من رائع استعدين لمدة شهرين معسكر داخلي في دولة الكويت والحمد لله الحمد لله قدرنا أن نحيي البنات كثر ما نقدر يعني في هذه الفترة طبعا البطولة ما شاء الله ما شاء الله المستوى فيها جدا رائع مستويات قوية شفناها من جميع الفرق المشاركة وهالشي عطانا حافز أن البنات يبذلوا مجهود مضاعف ولله الحمد ولله الحمد مع أنه كان فترة امتحانات وكان مدارس بس أولياء الأمور كانوا جدا متعاونين معانا وطبعا اللجنة الأولمبية والاتخاذ الكويتي للتايكوند وما قصروا يبذلوا لنا يعني المجهود والوقت والمادة عساس أن المعسكر الداخلي يكون فعال والحمد لله الله وفقنا يبنى مركز أول على دول الخليجي الحمد لله والشكر في أت الناشئات سبع ذهب واثنين فضة ويبنى سبع برونس إحنا بالكويت في السنوات الأخيرة زاد عدد أندية الفتيات والأكاديمية الخاصة عندنا لأن الاتحاد الكويتي الحمد لله زاد اهتمامه بتحقيات اللجنة الأولمبية في فئة السيدات وفئة الناشئات فالعدد فعلا صار كبير عندنا ولله الحمد وأنا لاحظت في هذه البطولة حتى دول الخليج عندهم مستويات رائعة وأعداد جميلة من الفتيات فأعتقد أن هذه نهضة شاملة للرياضة النسائية في دول الخليج بشكل عام المنافسة كانت صراحة شرسة كان فيها منافسين قوية مثل الكويت مرات بقية الدول صراحة بطولة متميزة كتنظيم ككل شيء الحمد لله مداري بفادي ويسان هو كان السابي الأول الحمد لله يعني بعد الله تحقيق المداري ذاهبي الحمد لله بطولة فيه يعني عندي ثقة الحمد لله أني بحقق إن شاء الله وثقة وجودة الحمد لله وحقق أجواء حماسية في هذه البطولة ردنا لكم من يديد مشاهدين ورحب في ضيوفنا الكابتن محمد عبد الغني مدرب منتخب الاتحاد القطري للتاكواندو واللاعبة القطرية نور محمد الفائزة بالميدالية الذهبية صباح الخير صباح النور أعطيكم العافية نورتونا نورك بداية الأستاذ أو الكابتن مهدي تكلمنا عن أجواء البطولة والله قوية البطولة قوية جميلة م شاء الله الإمارات معروفة بتنظيمها القيد في الطول التاكواندو لأنها تعمل كل سنة تقريبا بطولة الفجيرة وطولة كاس العرب بصفة دورية نعم فماشاء الله عليكم نعم كابتن محمد لو تخبرنا يعني مثلا أن الإعداد المنتخب أو الاتحاد القطلي تاكواندو كم تقريبا خد وقت عشان يعدون له البطولة والله أنت لو بتسأل عن الاستعداد بطولة الخليج للشباب هي نور احنا بنستعد من فترة طويلة لأن النور بتلعب سينيور وجينيور يعني بتلعب شباب وبتلعب أنيسات في نفس الوقت نعم فنحن من فترة طويلة جدا بنعمل لها زي برنامج نعم لأنها ان شاء الله بنحاول ان احنا نخليها بطلة أولمبية ما شاء الله نور مبروك الفوز مبروك الذهب نعم خبريني عن هالإنجاز بالبداية أنت كنت متوقعة مثلا تحصين المدالي الذهبية والله تشوف صراحة حسيت صراحة إي كنت متوقعة آه ما شاء الله كنت داخلها بفل ثقة وكنت يعني واطق في المدربين والمدربين واطقين فيني نعم لأن أنا مريت بمراحل صعبة وتدريبات صعبة نعم وما توقع كنت متفاجأة نعم أنني أنا فست نعم بس نعم وانت متوقعة النتيجة بس في لحظة النتيجة تقريبا أو لحظة الفوز أنا الواحد تفاجأ شوي أنا شو سالسة فست ولا لا نزين أول حد خبرتين ناس فستي أمي طبعا الوالد وجلت أحية طبعا أكثر حد ممكن أن يفرح للإنسان هي أمي طبعا نعم فخبرتين أنه فستي فشو كانت ردت فعلا على طول ايه يعطيت العافية ومبروك الفوز طبعا خبرين عن الصعوبات اللي واجهتيها مثلا في المباراة النهائية بصراحة ما كان فيه صعوبات بس في شيء واحد اللي هو لأن أنا ألعب وزن ثقيل البنت كانت فوزن ثقيل هو وزن مفتوح فالبنت طبعا وزنها كان أعلى مني بمراحل فيمكن كانت هاي يعني ممكن أصعب شيء موضوع الوزن بس يعني حاولتني أتخطى يعني هالشيء هالهالشيء نظف نور ذكرت شيء أنت في الموضوع أنه قلت أنا كنت متوقعة شوي ممكن يعني واحد من الأشياء اللي وصلت إلى مرحلة أن التوقع توقع الفوز هل أنه كان فيه مثلا مراقبة المنافسات المحتملات في الفترة اللي تسبق مثلا المباريات أو البطولة لا بس أنا قاعد أتكلم عن مثلا الإنجازات اللي أنجزتها قبل هالبطولة نعم السنة الماضية مثلا والمعسكرات التدريبية يعني أنا أعرف فرق المستوى مثلا بيني وبين اللاعبات جميل وطبعا أكيد اللاعب مثلا أصغر مني بسنة فأنا أكيد يعني فيه قوة فيه خبرة نعم فيه تمرز أكثر نعم كابتن محمد خبرنا عن استعدادات الفريق طبعا القطري للبطولة كنتم يعني استعداداتكم كانت تقريبا كم شهر كم كانت المدة كم كانت الاستعدادات الاعداد النفسي فيه شيء اسم الاعداد النفسي بعد فكيف كان الاعداد النفسي للبطولة؟ بالبدني واعداد النهاري والله احنا الحمد لله يعني احنا دايما قلت لك ان احنا من فترة طويلة بنعمل اعداد لللاعبين كلهم اللي عندنا بنحاول ان احنا نطلع أكثر حاجة عندهم مستوى فني عالي طبعا عندنا الأسلث اتحاد برأس العميد خالد العطية وأمين السر العام أستاذ عادي المريخي أعطينا كل الثقة كل الدعم ان احنا نحاول ان احنا نخلي اللاعبين في احسن مستوى احسن حال نعم فالفترة اللي فاتت احنا من شهر سبع اللطاف فمسوين معسكرات لان احنا كان عندنا البطولة اللي قابلها على طول التصفيات اللونبية نور شاركت فيها وكانت اظهر لعبة في التصفيات احنا كان هدفنا ان نور تاخد ثقة طبعا نور محقق المدرية البرونزية في البطولة الاسيا للشباب في الفترة اللي فاتت ومحقق بطولتين في كوريا بطولة العالم الشاطئية ومحقق بطولتين داخلتين في كوريا جي وان فهي الحمد لله ان شاء الله يعني كانت عملت مجهود عالي واستحقت عليه الفاصل نعم سادة لو تكلم عن شو الاستعداد النفسي حاج لاعب اللي تطلب ملاعب التكواندو وغير عن اللاعبين الثانيين يعني احنا بنعمل جلسات نفسية كتير اللاعبين بنحاول نحنا ندرس المنفسين نجيب ليهم مطشط سبقه نحاول نعمل انيليسيس لكل لاعب طبعا بنشوف الأخطاء اللي عند اللاعبين التانيين وبنشتغل عليها وبنشوف الأخطاء اللي عند اللاعبين اللي عندنا وبنحاول اللي نحنا نعللها ده بصورة عامية نعم نور تكلم عن إنجازاتك اللي قبل كانت وكذا ومشاء الله في هالعمر الصغير يعني متى بدت عندك مثلا هواية او احتراف خنقول رياضة التكواندو ليش التكواندو تحديدا اخترت ليه والله ما في سبب معين يمكن كنت شوي مشاغبة ونصغيرة كان عندي تقريبا كنت عمري اربع تقريبا اربع ونص شايتين وهني بديت تكواندو بس كاحتراف احتراف يمكن من سنتين من سنتين نعم هاي الاحتراف اللي هو اسافر بطولات مع المنتخب يعني امارس يعني هالرياضة بطريقة بروفشنل يعني نزيل انت يوم قررت ان تحترفي التكواندو الرغبة شي والاحتراف او دخول العالم التكواندو شي ثاني انت حصلت ان العالم التكواندو نفس ما انت تخيلتي قبل؟ والله يمكن هالسنة انا لاحظت هالشيء لان هالسنة كنت صرت ألعب سيدات انا بلعني ألعب ناشئين شباب صغار فهالسنة كان موضوع غير نعم انتشار الرياضة تحديدا بين البنات هل الموضوع منتشر في قطر رياضة التكواندو في اقبال على رياضة التكواندو بين البنات او العنصر النسائي في قطر؟ صحيح في عندنا قطاع بنات الحمد لله كبير ونعمل التقال للاعبين في المنتخب انهم يكونوا تحت تحت انهم يلعبوا كثير وانهم يكونوا كويسين في التمرين وكان عادهم اداء يعني انهم نقدر نبني عليه احسن واحسن يعني نعلي مستوى نعم كابتن محمد شو المتطلبات المفروضة انها تكون موجودة بالشخص اللي هو مثلا حاب ان يدخل عالم التكواندو سواء كان من السيدات او الرجال هي مش متطلبات هي حابة لازم يكون عنده شخصية قوية لانه هو الموضوع في الاول في الاخر هو فايتس نعم فلازم يكون جريء نعم عنده زكاء في الملعب لازم يكون في الملعب وبيتل عناصر سواء سرعة او قوة او تاكتكس او تكنيك للموضوع سهل انه من كتر التمرين او من كتر الاستمرارية انه يزيد نعم لكن المتطلبات الاساسية لسواء الشجاعة او التخاذ القرارات في التمرين دي لازم تكون عند الشخص نفسه جميل فيه متطلبات جسمانية يازم او بدنية اكيد طبعا كل لعبة لها قياسات معينة نعم شو المتطلبات خلي نقول البدنية اللي لازم تتكون عند او لازم تكون عند الشخص اللي هو بيدخل العالم التكويندو والله طبعا الوزن المسالي او الجسم المسالي ده اهم حاجة وبناء عليه ان احنا بنحاول ان احنا نزود القوة البنيانية بنزود القوة النفسية فيه شغلات كتير ننشغل عليها بس اهم حاجة يكون هو العلال الجسم يعني الجسم المسالي وفي نفسه وقت زي ما قلت لك اللي يكون عندها شجعة زي اسم المسالي يكون عندها شجعة نور تكلم عن الميدالي الذهبي وهالإنجاز اللي يسوتيه أنزين هالميداليا شو أثرت في حياة أو مسيرة نور الرياضية قبل وبعد والله هي أصدمتني صراحة يعني قبل قلت لك أنا كنت يعني دخلت بثقة يعني ما كنت يعني عندي التوتر الزايد وبعد أكيد غيرت يعني أكيد افتحت لي أبواب يعني أعطتني لهو حماس للبطولات الجاية أن أنا أقدر يعني أحيانا الإنجازات والميداليات الذهبية أكيد تأتي دافع نفسي صح بس في نفس الوقت تكون تحمل الشخص مسؤولية إن أنا وصلت لهذا الذهب أو لهذا المستوى مش لازم أنزلي يعني صح هاللستوى يعني أعطيك الهافية مبروك طبعا الميدالية سيد محمد كابتن لو تكلم عن تقييمك لأداء اللاعبين في المنتخب القطري في هالبطولة والله الحمد لله إحنا تقييمنا اللاعبين مش بيبقى عن طريق بطولة واحدة إحنا بيبقى عن طريق مرحلة كاملة بيبقى عندنا خطوات نمشي عليها إن كل بطولة بيبقى لها أهداف معينة لازم نحقق الأهداف دي وطبعا أكيد بيبقى لنا نقطة أهداف تانية محطات تانية بعدها إحنا النور المشاء الله عليها إحنا بقى لها فترة شغالة كويس وبتجيب المكسمن بتاعها في الإنجازات ضمنا في الفترة الأخيرة ضمنا شباب تانيين وشغالين عليهم بنفس الموضوع يعني بنفس الأداء عشان خاطر إن إحنا نحاول نكون منتخب كامل يكون عندنا كل الموازين وكل اللاعبين يكونوا على نفس المستوى بتاع النوريين نعم إنجاز حد من الفريق يشجع الثانيين في البطولات اللياية أكيد أكيد طبعا بيبقى فيه روح عالية بين اللاعبين طبعا بيبقى فيه غيرة إن هو لازم إن هو عايز برضو يحقق نفسه أو كده فدي الغيرة تبقى غيرة إيجابية غيرة إيجابية بالضبط عن طريق اللاعبين إن أنا عايز أتمرن وبالتالي حبز الفوق المكسمن بتاعي إن أنا أحاول أعلي مستوية أو إن أنا أبقى أحسن يعني واللعبين طبعا اللي بيكون عندهم خبرات طبعا إن هو بتكسب أو بتابع المعسكرات أو كده فبتحاول تنقلها لللاعبين يعني النور بتحاول تساعد الأصغر منها إن هو يلعبوا بطريقة معينة أو يعملوا حركات معينة فبالتالي بيبقى ديها دور إيجابي في الفريق كمانا إن هو اللاعب يبقى عنده خبرة نعم سيد أنا دائما نتكلم عن الجوانب النفسية لأنه عندكم بعض ناشئين التعامل مع الناشئين نفسيا وإعدادهم يختلف طبعا عن البالغين أكيد أكيد هو اللاعبين الناشئين الصغارين بيبقى محتاجين تعامل نفسي أكثر من الفني نعم يعني لازم اللاعب يكون على مستوى نفسي حالي أو يكون مرتاح جدا في تمرين عشان خاطر يديلك أعلى أداء ممكن نعم طبعا الموضوع النفسي بيقل ويزيد على حسب العمر نعم الموضوع النفسي طبعا حسب العمر جميل نور الخطوة ليايا بعد الميدالية الذهبية شو الخطط؟ حين عندي بعد تقريبا أسبوعين مسافرة عندي كاس آسيا كاس آسيا بس للسيدات للسيدات وعندي بطلت العالم في شهر عشرة للشباب فإن شاء الله يعني بحاول أني أستعد لهالبطلتين الاستعداد طبعا يختلف أكيد أكيد نفسيا وبدنيا صحيح نعم كابتن محمد شو الاستعدادات اللي تكون حق بطلات إقليمية ودولية غير عن البطلات طبعا نحن بنحطين خطة بناء عن رئيس اتحاد وطبعا خبير الفان كابتر مهدي بنوقد نعمل اجتماع ونحاول نحط كل الحلول الممكنة أن نحن نكون على طبعا ملصة التويق فنشوف المستوى الليعب طبعا بنحدد الأهداف بتاعتنا في الفترة الجاية وبنحاول أن نعمل بلانينج عليها أن نحن نكون نوصل لأهداف بتاعتنا بالضبط عن طريق معسكرات أو بطلات تجربية أو عن طريق معسكرات مع دول الشقيقة على حسب الليفل اللي احنا عايزينه نعم نور انجازك أو دخولك لهالعالم عالم رياضة التاكواندو شجع بعض المحيطين أو البنات أنه مثلا ممكن يفكرون أن يدخلون هالرياضة أو يمارسونها كبنات يعني ايه طبعا في وائد بنات كانت يعني يتواصلون معي بنات ما عارفهم ما تعرفينهم بس يباركون في نفس الوقت أنه كيف ممكن يدخل يباركون بالضبط يباركون ويسؤلون يعني أن شعورك فحسيت أنه تشجعوا تشجعوا مثل شو تحسين مثلا خلنا نقول التحديات هتواجه أي بنت مثلا هتدخل هالرياضة مثلا هم تخوفين من شو بالضبط رياضة التاكواندو من الضرب من الضرب رياضة عنيفة هي هي رياضة عنيفة عنيفة بس لها قواعد حتى أنه مثلا ما تكون فيه أذى بشكل على اللاعب احنا لابسين يعني الواقيات فأكثر أسئلتهم تتركز على موضوع أنه فيه عوار فيه ألم فيه كذا هاي الأسئلة هاي الأسئلة البنات طبعا ما يحبون أن يتشوهون مثلا على أمم مبروك هالإنجاز ونبرك لكم طبعا هالإنجاز ومشاركتكم في هالبطولة الله يبرك ونورتونا ويعطيكم ألف عافية شكرا لكم طبعا كنا مع الكابتن محمد عبدالغني مدرب منتخب الاتحاد القطري لتاكواندو اللاعب القطرية نور محمد الفائزة بالميدالية الذهبية ونورونا طبعا في الاستوديو مشاهدين مكملين وياكم في فقراتنا اليوم من برنامج الصباح الخير يا وطن نروح لفقرة الطفولة والأمومة ونتعرف على مراحل النضج العقلي عند الأطفال وكيف يكتسبوها نروح نشوف التقرير ونجعلكم مرة ثانية النضج العقلي عند الأطفال هل هو مرتبط بالتعلم أو بالتجارب أو بالعمر؟ من خلال تواجدي في عالم الطفولة المبكرة وتعاملي مع الأطفال المباشر بقدر أحدد أنه بالفعل العمر إلو دور أساسي في تطور النضج العقلي عند الأطفال لكن هذا ما بيكون كفاية فقط لتطورهم لازم يكون فيه تجارب لازم يكون فيه مهارات لازم يكون فيه اكتساب خبرات طيب إحنا كيف منقدر نعزز النضج العقلي عند الأطفال؟ لازم نوفر بيئة داعمة ومحفزة للطفل ولازم تكون مناسبة للعمر كتير فيه نقطة مهمة الأمهات بيتجاهلوها اللي هي وجود فروق فرضية بين كل طفل والتاني لازم نركز على مرحلة أنه كل عمر إلو مهاراته كل عمر إلو نشاطاته كل عمر إلو التواصل الاجتماعي مع العالم الخارجي يعني الطفل من عمر سنة لعمر ثلاث سنوات غير الطفل من عمر ثلاث لست سنوات وأكيد الأنشطة اللي بتقدم للعمر هذا غير الأنشطة اللي بتقدم لعمر الثلاث سنوات إحنا كيف كأم وكأب أن نعزز مرحلة النضج العقلي عند الأطفال؟ لازم فيه خطوات كتير نتبعها مع بعض أولاً لازم يكون فيه حوار دائم ومتواصل مع الطفل ما فيه إشي إسمه أنا أقول لأ طفل صغير ما عنده المقدر على أنه هو يناقشني بالعكس الطفل من عمر السنتين أو الثلاثة منقدر أنه نحطه بعالم يقدر أنه يتواصل من خلاله ويكون له علاقات اجتماعية ويكون عنده نقاش وسؤال وحوار من أهم النقاط كمان اللي إحنا لازم نتكلم فيها أنه لما نوجه السؤال للطفل لازم نوجه له السؤال بطريقة استكشاف يعني أنا ما بنفعج أقول للطفل مثلاً أنت شو عملت اليوم في المدرسة أو أنت شو عملت اليوم بالحضانة على العكس أن أنا أقول له أنت اليوم عملت نشاط ممتع في الحضانة هل أنت عملت أصدقاء جداد في الحضانة وأبدأ أن ناقشه وأحاوره من هون أنا بطور مهاراته العقلية والفكرية واللغوية يكترون الأمهات بيسألوا هل في خطوات معينة بنقدر نمشي عليها طبعاً في خطوات بتعرفنا إذا الطفل هذا وصل لمرحلة النطج العقلي أو أننا كيف نهيئوا لمرحلة النطج العقلي أولاً القراءة المستمرة لازم يكون في قصص بإراهة الطفل مناسبة لعمره لكن أنا بأصد بالقراءة هون مش القراءة أن أنا ألقي قصة على الطفل فقط لا أنا من خلال القراءة هاي بقدر أن أنا أخلق حوار بناء بيني وبين الطفل يعني بدل ما أنا بلقي عليه القصة أو أن أنا بقرأها فقط أبدأ أناقش فيها أبدأ خليهو يحط النقاط ويبدأ يفكر ويبدأ يكتشف شو هي النقاط الموجودة أو شو هي العبرة من خلال القراءة كثير كمان مهم أنه إحنا يكون بيننا وبين الطفل مرحلة اللعب اللعب النشط اللعب النشط أو اللعب الفعال للأسف إحنا كثير من نلاقي أنه بعض المؤسسات التعليمية أو بعض الأمهات نفسهم فهمين فكرة اللعب النشط بطريقة خاطئة إحنا لازم نوجه الطفل للألعاب البناءة اللي يقدر يتساعدوا على تطوير معاراته سواء الفكرية أو العقلية أو الإبداعية فعنا مثلا ألعاب كثير من يقدر إحنا نساعد الطفل أنه يتطور فيها عنا ألعاب البناء عنا ألعاب الألغاز عنا ألعاب اللي يقولوا بيقدر يركب فيها وتخليه من خلالها يكتشف عالم أكبر من العالم اللي هو فيه كمان عنا النقاط اللي كثير مهمة وأنا بركز عليها خصوصا في مرحلة الطفول المبكرة الحرف اليدوية للأسف الحرف اليدوية أنا شايف أنه هي بدأت تنقرد من عالم الطفولة وهذا في حد ذاته شيء غير صحي وغير سليم لأنه إحنا لازم نخلي الطفل يتعامل مع الطبيعة لازم نخلي الطفل يكتشف عالم الطبيعة حتى علميا ونفسيا الأدوات اللي بيبقى فيها أشياء بلاستيك بتزيد من الطاقة السلبية أو الشحنات السلبية عند الطفل لكن لما بيتعامل مع أشياء فيها طين وخشب فهي فعلا بتعزز من الطاقة الأجابية عند الطفل وبتبعد عنه الطاقات السلبية هل إحنا منقدر نحدد في مرحلة معين الطفل بيوصل فيها لمرحلة النطج العقلي؟ طبعا أول ما ملاقي قدراته العقلية قدراته الكلامية قدراته الإبداعية بدأت في التطور فإحنا هون منعرف أن إحنا ماشيين بطريق صح فعزيزة الأم وعزيز الأب ابنك في رحلة اكتشاف كون معاه في هذه الرحلة واستمتوا مع بعض في اكتشاف القدرات العقلية ومن الأمم والطفول ننتقل إلى الموتو سيرف فقد انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة العالم من الموتو سيرف الجولة الأولى من جائزة الغجيرة الكبرى والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن البطولة مع الزميل كريم الشيباني المتواجد على شاطئ كورنيش الفجيرة حيث تقام منافسات البطولة كريم صباح الخير وخبرنا عن أجواء عندك حياك الله عامر تحية لك وتحية لأسادة المشاهدين بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وبإشراف من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وتحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مطولة العالم للموتو سيرف جائزة الفجيرة الكبرى 2024 بمشاركة أكثر من 87 لاعبا ولاعبة من 20 دولة من حول العالم وهناك مشاركتان لدول عربية وهو فريق دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق دولة الكويت طبعا تستمر منافسات بطولة كأس العالم للموتو سيرف على مدى ثلاثة أيام يوم السبت هو اليوم الختامية وما هو جدير بالذكر بأنه هناك مشاركة في البطولة ولأول مرة للاعبين من أكاديمية تدريب الشباب والناشئين في نادي الفجيرة الدولية للرياضات البحرية طبعا كما ذكرنا بأنه اليوم هو يوم البداية ويوم السبت هو يوم الختام وللمزيد يسعدني أن يكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولية للرياضات البحرية يعطيك لعافي صباح الخير أهلا وسهلا وصباح النور ونصبح على مشاهدين الفجيرة نعم نتحدث عن تنظيم بطولة العالم للموتو سيرف في الفجيرة نحن جدا سعداء أن نكون لأول مرة في دولة المرات نظم بطولة العالم للموتو سيرف وتحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولعاهة دمارة الفجيرة حفظ الله الرعا ودعمه اللامحد ولمباشر لجميع فعاليات وبطولات الفجيرة وطبعا هذه البطولة تعتبر بطولة حديثة في برنامج الاتحاد الدولي الرعاة البحرية صال لتقم من أربع سنوات إلى خمس سنوات صال لهم أن البطولة تنظم تحت إشراف ومضلة الاتحاد الدولي وقوانين وأنظمة من الاتحاد الدولي طبعا سنة عن سنة في ازدياد للتصحيح اللي وصل حليا رقم المسجلين 96 96 مشارك من 20 دولة طبعا هذا لأول مرة تحصل أن الرياضات البحرية يكون عندنا 20 دولة في موقع واحد وتحت مضلة الاتحاد الدولي وإشراف الاتحاد الإمارات وطبعا نحن جدا سعادة بنجيبها العدد الكبير من الرياضيين ونعتبر نفسنا محظوظين أن يكون عندنا اليوم نقول تسويق لإمارة الفجيرة من ناحية البحرية اليوم نقع على موقع استراتيجي موقعنا على محيط الهندي وإذا سمعت من المتسابقين بعضهم لأول مرة يحضر الفجيرة وهذا دليل لأننا استقطبنا جنسيات من مختلف دول العالم وهناك طبعا جهات اتفقنا معهم أن يكون لهم معسكر شتوي في الفجيرة يتم تدريب وتأهيل الأبطال نعم نتحدث عن مشاركة لاعبين من نادي أو الفجيرة الدولية للرياضات البحرية في هذه البطولة نحن لأول مرة يتم اختيار لاعبين من أكاديمي التدريب الناشئين والشباب في النادي يكون مشاركين باسم دولة الإمارات بالإضافة إلى ثلاثة من الإمارات الأخرى والتي تحت مضلة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية نحن طبعا كالنادي الفجيرة شاركنا وما زلنا نشارك في بطولة العالم للناشئين اللي هي فورمولة المستقبل وحتى لنا مشاركة السنة إن شاء الله في شهر سابعة بفريق وتكامل وطبعا بدعم من سيد سمو الله السادة أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية شكرا لك شكرا لكم وشكرا على حضوركم وعلى تقديدكم لأحداث النادي وأنا طبعا من خلال شاشة الفجيرة ندعي جميع المقيمين ومحبين رياضات البحرية أن يستمتعوا ثلاثة أيام في الفجيرة بأجوار رياضية بحرية جميلة إن شاء الله شكرا 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 إذن عامر 96 لاعبا ولاعبة من حول العالم أدو للمشاركة في بطولة العالم للموتوزيرف جائزة الفجيرة الكبرى 2024 والتي تصدفها لأول مرة دولة الإمارات العربية المتحدة كريم يعطيك العافية على التغطية المتميزة للموتوزيرف أو بطولة الموتوزيرف في إماراتنا الحديبة الفجيرة نحن نروح لفقرة التكنولوجيا نكتشف أجدد التحديثات والتكنولوجية في هذا التقرير شوف التقرير نرجع لكم مرة ثانية كشفت شركة أوبو عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتف A1 وهما هاتفي A1S و A1I وذلك بعد أن كشفت الشركة حديثا عن هاتفها المميز A3 Pro الخبر الثاني مشاهدين من منصة X حيث تدرس المنصة فرض رسوم على المستخدمين الجدد للوصول إلى المزايا الأساسية في المنصة وفقا لما ذكره مالك المنصة أيلون ماسك في منشور أخير وقال ماسك أن تلك الرسوم هي الطريقة الوحيدة للحد من الهجم المتواصلة للروبوتات على المنصة مضيفا أن الذكاءة الاصطناعية يمكنهم مساعدة الروبوتات أو البوتات في اجتياز طرق اكتشافها الحالية بسهولة ومن منصة X مشاهدين نذهب إلى تطبيق واتس أب حيث أعلنت منصة المراسل الفورية واتس أب إتاحة ميزة هي فلاتر الدردشة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الدردشات داخل التطبيق على نحو سريع ويرى المستخدمون فلاتر الدردشة أعلى الصندوق المحادثات وهي عبارة عن ثلاث مرشحات يمكن التبديل بينها الكل وغير مقروء والمجموعات ومن تطبيق المراسل الفورية واتس أب إلى منصة يوتيوب حيث أعلنت المنصة أنها ستبدأ تطبيق سياسة مكافحة حظر الإعلانات على تطبيقات الطرف الثالثة التي تنتهك شروط الخدمة وفقاً للإعلان الرسمي المنشور عبر منتدى جوجل للدعم الفنية وقالت المنصة أن مستخدمي تلك التطبيقات قد يواجهون مشكلات في التخزين المؤقت أيقونة التحميل أو تظهر لهم رسالة خطأ تفيد بأن المحتوى غير متوفر في هذا التطبيق عند محاولة مشاهدة مقطع فيديو عبر أحد تلك التطبيقات وضافت المنصة أنها تريد تأكيد أن الشروط الخدمة الخاصة بها لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بإيقاف تشغيل الإعلانات لأن ذلك يمنع صانعي المحتوى من الحصول على مكافآت نظير نسبة المشاهدة وقالت المنصة أن الإعلانات تساعد في دعم منشئي المحتوى وتسمح لمليارات الأشخاص حول العالم باستخدامها ونعقب بتقرير التكنولوجيا مستمرين وإياكم مشاهدين بفقراتنا المتميزة لكن عقب الفاصل تريونا مشاهدين مكملين وإياكم فقراتنا اليوم ونحن ننتقل لأحد المهن المتواجدة في جميع أنحاء العالم واللي هي مهنة الجزار حيث تعتبر واحدة من أقدم المهن اللي يعرفها الإنسان واللي تمثل جزء أساسي من سلسلة توريد اللحوم الجزار يقوم بذبح وتقطيع الحيوانات اللي خاصة بالأغراض الغذائية سواء كانت للبيع الأسواق أو للاستهلاك الشخصي للمزيد من التفاصيل حول هذه المهنة دعنا نشوف هالتقرير ونرجع لكم مرة ثانية موسيقى 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 أنا اسميح يا أحمد خرأي من سوريا من حلب أنا صلي بالمهنة تقريبا هلا 32 سنة مع والدي الله يرحمه تعلمت أنا عمري 10 سنين صغير يعني وحبيت هاي المهنة وضليت فيها سبحان الله وتوسعت يعني الحمد لله رب العالمين فيها هي مصطحتنا يعني فيها كتير يعني توسعة بالنسبة للمشاوي شفت أنت مو بس لحم يعني تقطيع وتشفاي وتكة وكباب وهيك شغلات لا مو بس هيك هي أكتر من هيك الحمد لله رب العالمين اشتريت محل بسوريا يعني بعد ما توفى الوالد الله يرحمه اشتريت محل حالي سبحان الله جيت لهون واشتغلت من 2011 جيت لهون على البلد وحبيت الشغل فيها الصراحة والحمد لله رب العالمين اشتغلت بكل الإمارات يعني اللحم هوا بالفجيرة الحمد لله رب العالمين متوفرة يعني بالمزارع أكتر نحن عتمدين أكتر شي على المحلي عتمدين على المحلي الحمد لله بمزارع موجودة وفيه تربية يعني وفيه عناية يعني كويسة والمسلخ موجود بيصنى اللحم نحن لعننا يوميا مثلا كل يوم مثلا بدنا اربع خمس روس ست روس عشر روس مثلا بنشتريها منه وعود فيه سيارة بتجي بتحملها بتاخدها على المسلخ وبحولنا يومها بالمسلخ على الطريقة الإسلامية طبعا وفيه دكاترة بتشرف عليها والحمد لله رب العالمين يصنى يعني اللحم كتير شكل يومي يعني هاي المهنة أخدت عن محبة يعني أنا أول ما كنت صغير كنت أشتغل مع والدي الله يرحمه أنا حبيت هاي المهنة كتير اشتغلت فيها بتلك أكتر من 32 سنة صلي فيها والحمد لله أنا المصدحة كتير بحبها يعني أخدتها أكبر عن جد رزقتنا مننا عايشين مننا والحمد لله سياترتنا والناس كلها بتمدح مننا وهذا بس لحاله ما كسب طبعا مهلة جميلة تعرفنا عليها في هذا التقرير مشاهدين الحين وصلنا لآخر فقرة من برنامجنا واللي هي فقرة السنع واليوم موضوعنا عن صناعة التلي واللي تعتبر واحدة من المهن النسائية الشعبية في الإمارات وهي مهنة تشترك في مفردات صناعتها مع مهن التطريز والخياطة اللي عرفناها من الثقافات الشعبية في العالم رح نتعرف أكثر عن الأدوات المستخدمة وطريقة الصناعة التلي مع ضيفتنا في الستوديو الوالدة شيخة عبيد صباح الخير صباح النور ياهلا وسهل حياكم أمي يحطيك العافية الله عافية رجعنا من بعد غياب ايه ما شاء الله رمضان والعيد والعيد خبرينها العيد كيف كانت تجواء العيد ما شاء الله نحن وفرحة للمسلمين والأمة محمد ما شاء الله والله يعيدنا عليكم وعلى أمة محمد بالخير والسلام وانهني شيوخنا وانهني أمة محمد نقول لهم بارك بعيدكم كل سنونا انتوا طيبين عساكم العواد العيد والسالمين إن شاء الله طولوا عماركم عمار شيوخنا يا رب العالم يحفظهم يا رب العالم وسلمهم الله أمين ويأتنا ما شاء الله الرحمة رحمة ومنها رحمة أمطار الرحمة كانت مميزة رحمة وايد حلوة ما شاء الله لو كانت شوية ثقيلة لكنها الحمد لله الحمد لله الله أملك الحمد وبعدين الجو بعد الأمطار أمطار الرحمة تحس أنها شي صافي سما صافي ما شاء الله الله أملك الحمد أنا وعمت البارحة العصر تحس ما شاء الله راحة نفسية في الشارع والله راحة نفسية ما شاء الله تحس تقول يعني جو ثاني هذا شمس خفيفة الأرض مظيفة ماشاء الله قبل ما ندخل في موضوعنا اليوم اللي هو التلي خبرين عن عيدية الصغارية كيف كان والله عيدية الصغارية ما شاء الله المرة زيدنا لهم بعد حلاوة خمس دراهم ويا بيضة اليهال يحبوا بيضة البيضة الحلاوة الشكل لك وستانسوا فيها ما شاء الله ما شاء الله ينبعيديا نبعيديا كلنا نصير بيت الناس قويون البيت ما شاء الله على خمس دراهم على عشر هذا يستانسوا الأطفال حتى الكبار يستانسوا حتى الكبار يستانسوا والله نحرمنا من العيدية بس يلا كبرنا على العيدية المفروط أنت تعطونا عيدية ان شاء الله اليوم بنتكلم عن التلي نابل نعرف في البداية شو هو التلي قبل نبدأ في تفاصيل التلي شو نعرف للجمهور انه شو التلي والتلي هو زينة حق الحرمة زينة وخزينة زينة وخزينة زينة لأن الحرمة تشتغل فيه بتفصل ثياب وبتبيع منه بتستفيد منه نعم بتفصل الثياب هو زينة وخزينة نعم بتستفيد منه تستربح منه نعم نتكلم عن أدواتها شو هو التلي أدواتها شو الأجزاء الرئيسية في التلي أول شيء الكجوجة هاي يسمونها الكجوجة كجوجة والمخدة الموسدة الخيوط الهدوب والكور الكور والخيوط الكجوجة والمخدة التكية نازم هذا أول شيء والخوصة الخوصة هذه أنواع الخوص جميع الألوان جميع الألوان لكن أكثر شيء الأبيض والذهبي أكثر شيء هذا أكثر شيء مستخدمين أيوة هذا الأبيض والذهبي هذا أهم شيء والخيوط يحطوها على 12 فتلة على 12 خيط مع بعض تطلع يخلق جميل 12 فتلة أنزل الخيوط هاي تقريبا شو نعتبرها أنها صوف لا هدوب عادية هدوب هدوب عادية عادية هاي هدوب هادوب عادية خيوط عادية خيوط عادية بس تتيمع تستويتين ايه كبيرة تستويتين هاي نجمعها مع بعض يا تبالون واحد أو نمزل فيه جميع الألوان نعم وتحطيث هاي وتربطهم مكان واحد نربطهم مكان واحد مكان واحد هاي شكل هاي ايه وبعدها نشتغل فيه جميل تمام نزل وهالألوان هاي أشوفها هني لماعيها شو بالضبط بعد خوصها بعد خوصها بعد خوصها ايه لأن في هذا التلة العادي فيه تلة اللي يعزك من السراويل نعم لأن هذا شغل غير وهذا شغل غير جميل نزل هالأماعي يستخدم في السراويل والثاني بعد هني هالأماعي أشوفها هني في الجلابية شو هيو هذا اللي قلتم الجاهز الجاهز أما هذا لا هذا شغل إيد هذا شغل إيد هذا شغل إيد تميزين إنه الجاهز بنشغل إيد ايوه يتغير قبل ما كان فيه شيء جاهز نعم لو أول كان الحريم بروح تسوي الأم وتعلم بناتها نعم يشتغلوا عليه بروحهم نعم أنا شوف أن التلي في بعض الأحيان ما يكون نفس الحجم حجم المخدة تكون أكبر شوي أيوه ايه تخلص بسرعة تسوي لها مخدة كبيرة عشان تلف بسرعة الخيط يعني الحجم يلعب دور في الوقت يمكن هي بعد كل واحدة على مزاج يستشتغل في حجم كبير يعني أنا شوف مثلا في بعض المعارض التراثية المخدة تكون أكبر أكبر وأعرض نعم شوي نعم حتى الكجوجة بعد عشان تشلها تشل المخدة تكون بعد حجم ثاني ما شاء الله قاموا سوى خشب ايه 400 درهم تي وصلت هذا الكجوجة مع الكاملة هذي هالست كاملة تقريبا 400 درهم 400 درهم ما شاء الله بس المخدة والكجوجة نعم زين قبل كيف كانوا تقريبا نفس الأدوات نفس كل شيء والله كان في كانوا هذا خشب هاي ها كان خشب في إيران كانوا خشب الحين بلاستيك نعم نرفعها شوي بس عشان الكاميرا تشوفها ها الحين بلاستيك قبل كان خشب خشب نعم كلها خشب ما فيه بلاستيك نعم كان خشب كان خشب أيوه وكان تقريبا البنت مثلا يوم تتعلم صناعة التلي كانت من بأي سنة تقريبا يوم يعلمونها مثلا ما شاء الله لأي سنوات اللي كانت البنت ما شاء الله هي روحة ستة البيت حرمت البيت ما شاء الله الأم تطلع والسير والبنت كنت موجودة تشتغل ما شاء الله تنظف البيت تطباخ تشوتيوب الأم البيت جاهز بكل شيء أنت أمي من وعلمت أنا قصتي قصة أنا نسمع أنا أمي طلقت ونحن عمرنا سبع سنوات نعم وعشنا على مرت الأب نعم يعني ونضيع فرحة العيد وفرحتنا عشنا مؤاسي الحمد لله رب العالم الحمد لله بشكل عام هي الأم الأم اللي هي يعني أكثر شيء عامتي زوجي هي اللي علمتني آه ما شاء الله هي اللي علمتنا على الطباخ على الأكل على كل شيء مرتبونا ما علمتنا شيء نعم الحمد لله البنت بشكل عام كم تأخذ تقريبا حتى أنها تتعلم هالصنعة هالشيء هالمهنة والله على حسن على حسن هي على حسن نعم تبنيها سبوع سبوعين شهر هي تقعد تتعلم نعم تقعد تشتغل ما شاء الله عليه التلي الخوص السفافة قصة البراجع الخياطة خياطة الملابس نعم كل شيء ما شاء الله البنت يتعلمها نعم بس هي البنت أصلا تتعلمها أنها تصنع ملابس حق نفسها أو أنها تتعلمها مثلا بغرض أنها تسوي حق حد مثلا وتبيعها أيوة أيوة أول شيء تتعلم الأم تعلم بنتها على كل شيء بعدين شوية تتعلم البنت جيرانها يخبروا منها يطلبوا منها بتساعد أمها بفصلوا حق أمارهم ترى مساكن على كندورة وحدة بعث الأم بعد البنات الصغرية يمكن شوية بسيطة يسوونهم نعم لكن الأم يركبوا على الثوب على الكندورة بعدين يبيعوا 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 منها تساعد أمها تساعد أمها أيوة يعني ممكن أنها تبيع وممكن أنها تستخدمها أيوة أول تستخدم حقنا في السابق بعدين تبيع منها أنزل أم أنت تسويها الحركة الحين هاي شو ليش أنت نعطينا الرابطة بهذه الطريقة عشان لازم أثبتها أول شي نعم أول شي لازم نثبتها نثبتها نشتغل عشان ما يتبطل راكم في دبوسة أو إبرة حالو عشان ما تتبطل عن اللقاء نزل حاب أشوف شي إنه كيف يشتغلون عليه على الهواء خلنا نشوف نزمها نوسع الخير نعم نعم جميل نعم هاي توسعين الخير نزل تحت عشان أعرف أشتغل نعم جميل نعم أنا شوف كم بكر الحين واحدة ثلاث ثلاث ستة ستة لازم هاي تقريبا خلنا نقول معيار معين حق الكل أن يكون ستة اثنين بثنين اثنين بثنين اثنين بثنين نعم 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 تأخذ وقت حتى أنا نفصل شوف ولازم زيد الخوصة تكون إذا نقلبت الخوصة نعم يخترب الشغل إذا نقلبت الخوصة يخترب الشغل نعم لازم أربعة نعم فوق تحت فوق لفهمني نعم 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 تمام أنت ترتبين حق الشغل والله تستغلين يعني بدل الآن الموضوع أنا شوف أكمل أكمل معه هاي بادي الشغل والحين أكمل هاي عشان أزيد هاي بعدين بفصل كندورة نعم وكان كما يبالها مثلا تفصيل كندورة كاملة يعني 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 حسب قاعة شغل الأم كيف عندها فاقة بتي لستشتغل هي وبنتها هي وحد إذا حد ربيعتها يساعدوها وبعدين يعني هذا التلي بس الآن ستتتكون أيوة هاي أيوة بتمشي خل آها ارغب الكاميرا بس الكاميرا يالس تتكون الشغل كامل لفه لين خط كامل بعدين كامل كامل كم متر تبعي كم متر أيوة كم متر كم متر كم متر تأخذ عشرة خمسة عشر عشرين متر يخلص نعم أما هذا غير هذا غير هذا غير لأنها في تفاصيل أكثر أيوة يعني هذا اسم هذا اسم هذا اسم هذا اسم جميل لكن أمي ما هو الألوان التي كانت تقريبا نتحدث عن زمن أول الآن قامنا نرى ألوان ثانية بس الأبيض بس الأبيض بس في العربية الطويلة وفي هذا هذا في العربية الطويلة نفس مع الثوب هذا تثوي ونفس هذا جميل هاي العربيات والآن دخل المكان على الموضوع نفسه بمكنات تطريج جديد نعم فأنتم تقدرين تشوفين أن تتميزين بين اليدوي والمكان هي هي نعرف نعرف والناس تعرف أنها مكان هكذا أكيد الحريم يعرفون الحريم يعرفون أكيد نعم نعم أنت كيف تعرفين أنها مثلا يعني شو التفاصيل أنت تعرفين أنها شغل صناعة مكان أو صناعة يدوية شوف هذا وشوف هذا خلعنا نراوي الكاميرا شوف هذا وشوف هذا أوكي يعني أي واحد الحين في الصناع ها ها صناعي هذا هو المكينة هذا صناعي وهذا بالإيد بالإيد حتى الحريم يركبون خيط 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 بإيدهم يشتغلوا عليه ليس بالمكينة والله تحس أنه يعني بعد النص اللي هو بالإيد غير غير شوف شوف كيف صغير الخط يعني التفاصيل هنا أنت في كل خط تقدر تشوف التفاصيل يعني نفسه شوف الشغل كيف ما شاء الله مرة حب يستغل فيه نعم صحيح يوم دخلت المكينات على الموضوع على صناعة التلي الناس كيف تقبلت الموضوع يعني في ناس مثلا شاي حلو صار صار شي حلو شاي حلو نعم الحين ردوا لي من الأول شيء حتى يردي حق الثوب الثوب القديمة نعم والتطريز القديم لو إنه بالمكينة لكن هو شغل الحريم يسويه ويركبون الخياط يركبون مع أشياء يديدية مع أشياء يديدة مع أشياء يديدة يعني الناس تقدروا تقول إنها تقبلت الصناعي بس إن الأساس ويتم حق اليدوي مثلا وتقدر تنيز إنها اليدوي نعم هو هذا جميل إذن شون مناسبات قبل اللي كان يسوون فيها التلي أو يسوون حقها التلي العراس 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 لازم والعياد العياد العياد وإذا بتروح مكان عرس بيت جيرانها زيارة لازم الثوب والكندورة أول حريم مستحيل يطلعه من غير الثوب نعم لازم ثوب أول ما في عبايات ثوب ثوب هي واحدة مساكن كندورة أو ثوب يستخدمها للمناسبات المناسبات يعني كبيرة هي فسخة وخلوها ضمها السحارة في المندوس نعم نعم نعرف إن مثلا هذه المناسبة أو التلي مسوينها حق المناسبة هذه اللي هو مثلا العرس نعم نعم في تلي في شي مقصص حق العروس مثلا مجلابية العروس مثلا كندورة العروس نعم في أبو طيرة في أبو نيرة في أبو قليم أشياء وايدة نعم ملابس لقطع الحلوة نعم هذي يخلوهم المناسبة نعم للعيد له الأشياء هذه نعم الآن كيف تشوفين مثلا الإقبال على التلي من الجيل فوق لزيادة فوق لزيادة فوق لزيادة ما شاء الله عليهم الآن رادين في الثوب والكندورة وتكرم من السروان نعم مثلا في من الجيل اليديد مثلا بنات مثلا عندهم إقبال انهم أو عندهم الرغبة انهم يتعلمون التلي في بنات يتعلم الله يوم يتعلم gehen إلاها العروس هناك من وابل والأنت والحين يدد ما شاء الله ما أم خلي حدا كل شي بيتعلم من النت بعد يتعلنون كل شي يتعلن في النت بس الأول شي والأساس من الأم من الأم نفس من العم امن والخالم الجدة لازم في البيت يتعلن إذا الشوه تدافع عندهم ان مثلاً في الحين الصناعي موجود شو الدافع خاصة عند مثلاً بعض البنات من الجيل اللي ديد ان يتعلنوا التلي هو يه يه أما الحريب تجارة لحد الحين تجارة لأنه يطلع هذا أغلى من هذا أغلى أغلى الحين استو أغلى تل العربي من الجاهز نعم تل العربي أغلى من الجاهز جميل لنحسب بالمتر هذا تشوفين بعض الإقبال من الأجانب أنا أشوف بعض الأجانب يوم مثلا الأجانب يوم يكون مثلا فيه معرض تراثي أو مثلا خلين قول في القرية التراثية قدفع وغيره من الماكن كان فيه أشوف الإقبال عند الأجانب أنه عندهم مثلا مثلا يقولون مثلا فضول واقفين ويشوفون أشوفهم يلاحظون مثلا تفاصيل يسألون شو الأسئلة هذا ما عندهم فضول هذا عندهم حب يحبوا الأشياء التراثية مثل أنا باحثة بسيطة يعني مع التراث أحبهو كل شيء تراث الإمارات القديم أشارك في المعارض عندنا زيارات أيونة أهم شيء أول شيء أود الملابس الكنادير التلي والأخوار وكنادير رياي دشاديش ولبسهم غترة والعقال والبشت والكندورة والشيلة والبرقع كل شيء يوم يروحوها ممان فلوس ماتي فلوس شيلوا هدية هدية على طول شيلوا إذا لم يكن لديهم مثلا الفضول يتعلموا يتعلموا يتشتغلوا بس مشكلة صعبة صعبة ما يبالها يبالها كم يوم يبالها لأن التفاصيل هنا مش بسيطة نفوق وتحت يمين يسار هذا يبالها أنا للحين كنت يالس أشوف أن ترتيب الخيوط ما بعملية سهلة لا ما بعملية سهلة لأن الموضوع لمحة مملية أبدا جاء vil أفتح تريدين أن تفتحيني مرة ثانية لازم أفتح مرة ثانية لن من بداية لا أرد أن أفتح شيть 촉تاغ لأن أفتاح و أفتح و أفتح نعم أنا أرى أن الحركة ليس سهلة نعم لها السبب أن أسألت أنا مثلاً يعني مثلاً كان دورة نفس هذه تقريباً كم يأخذ لها وقت؟ تقريباً شهر شهر على الأقل شهر إذا كانت كبيرة منها مثل هذه الأخوار يعني الخيوط صغار صغار يجب أن يبالها شوية يبالها شوية وقت يعني حتى لو أحد يسأل أن لماذا مثلاً هذا السعر غالي أو سعر الشغل اليدوي في التلة غالي يبالها وقته يبالها وقته يبالها شغله مجهود يعني عملية التي صناعت الحين التلة شهر الواحدة مثلاً تكمل شوي توقف ترد مرة ثانية ترد مرة ثانية يعني شو الكواليس التي تجمع في الموضوعها بالضبط يعني يوم الواحدة تكون عندها مثلاً فاضية شوي مثلاً ممكن تكمل صحيح؟ صحيح لأن بعض الحريم يوم قاعدوا الصبح بعد الريوق بعد الافوالة كل واحدة يابت السفة مالها كندورة بتخيطها الكجوجة وقاعدوا الصبح بعد الريوق بعد القهوة هالشكل يلسوا يعني في الغالب كانوا تقريباً الصبح أقب الريوق وبعد العصر بعد العصر بعد العصر بعد كل واحدة سويتها شوي أفوالة وقاعدوا عند الباب برع أو بالحوش وقاعدوا كل واحدة تشتغل شغلها كلهم يتيمعون مثلاً في نفس الوقت يتيمعون وفرحوا سوالف وقالوا منا ومنا ومناك سبحان الله أنه في السوالف والوحدة سوالف ومركزة في التلة يعني أنه أحس أن الموضوع يبالها تركيز لا 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 ما يبالها تركيز ممكن مع التعود الموضوع هو هذا أول ما كنا نعرف بس تعلمنا نعم هناك نمط في التلة يسمى ساير ياي أكثر عن هذا النمط هذا هذا المقصود فيه أنه النقشة نعم النقشة والحركات نعم هذا ما يسمونها ساير ياي هذا جبال هذا الجبل وفيه ميشارة لا واحدة واحدة نتكلم عنها هاي الميشارة الميشارة لتكون بهذا الشكل التطريج نعم وفيه جبل وفيه ساير وياه واحد هذا الكبير هاي الكبير اسمه الجبل وين سايرياي؟ سايرياي حركات هذه اللي اسمها سايرياي سايرياي وفي نجمة كم اسم لهم؟ يعني هاي نقدر نقول هاي الأنماط هاي تعتبر اللي هي شو اللي هي التطريز أو النوع النوع هي النوع الشغل لأن هذا بروحها هذا خيط بروحها بعدين الحرمة تجمع وتركبها كل شي بروحها هذا بروحها هاي رحفت لأخيط واحد هذا خيط بروحها بعدين الحرمة تركبها تركب هذا أول وبعدين ثانية أشكال هاي الأسماء إذن أنت كشخص أو كحرمة مثلا تصنع التلي شو أصعب نقشة من هاي مثلا في عندك السايريايز نقشة الجبل نقشات الثانية تقريبا هاي البادلة هاي البادلة هاي البادلة هاي البادلة ليش شو تتنيز يعني بكم نوع أنا ما عرف أشتغل عليه هاي أنا عرف بس أسوي التلي هاي شغل غير هاي شغل ثاني هاي شغل ثاني هاي شغلة صعبة وهذا يكون بخوصتين هاي الخوصة تكون هنتين هنتين مو بوحدة ايوه ما الفرق في الخوصتين وفي الخوصة الوحدة ايوه الخوصة الوحدة عشان التلي عشان التلي أما الكنادير نعم أما البوادين لا خوصتين تيهم يشتغلوا عليها خوصتين كجوجة واحدة كبيرة وهذا وخيوط أزيد نعم نعم اذا اني صديقتي ولا ربيعتي اختي ساعدين شوية وانتي قاعدين بس أما هذي مالي أنا اشتغل فيها بروحي ها مالك أنت تقدر تشتريه ابني انزلين شو العدد الأقصى العدد الدحاري الذي استخدمها النساء في التلي التلي العادي ثمانية ثمانية ستة ستة عفوا حق التلي العادي هاي أما البواد اللي أكثر هاي الأكثر أكثر هاي هاي خوصتين والخيوط أكثر الدحاري أكثر الدحاري أكثر حق البوادل نعم أما التلي العادي لا بس واحدة وستة أخيوط جميل جميل موضوع جدا مهم والتلي بعد مستمر ويانا من هاك الزمن لين الحين لين الحين نشوفها في كل المعارضة التراثية ما شاء الله الحين بتطور زيادة تطور زيادة نعم نحن ردوا عليه المنابس الثوب والكندورة والأشياء القديمة ردوا عليها زيادة الحين نعم نتمنى هالشي يكون تطور زيادة نعم البنات يتعلموا زيادة الأمهات يردوا على شغلهم الأولي نعم يردنا على شغلهم وبعد ذلك التجارة التلي هو هال يلسة هال يلسة هال يلسة أن الواحد يلسة على الأرض ما مثلا نعم هنا تطور في طاولات نعم وانت بعد على الكرسي فوق الكجوجة قدم قدم مستوى الطاولة الكرسي يعني بس أنا في المعارضة التراثية لأننا الحين أشوفهم مثلا وفي المتاحف أو المناسبات التراثية نشوفهم يلسين نفسي يلسة عشان محافظة على التراث لكن الحين قاموا في بعض الناس أنه مثلا يلسون على الطاولة يحطونها فوق وكذا ليش هال شيء مثلا ممكن يكون أسهل يعني؟ لأن الحريم الأرحيم ما يقدروا يقعدوا تحت ريلاتهم شيء يقعدوا فوق والكجوجة على خشب كبيرتهم أما أحسن شيء تحت لكن الناس ترى ما تقدر تقعد تحت نعم يعطيك العافية الله يعافيكم إن شاء الله وكل عام تب خير وردينا مرة ثانية إن شاء الله في العيد شوفت مواضيع ثانية إن شاء الله إن شاء الله الوالد الشيخ عالي عبيت شكرا أنت واجدت فيها يحطيك العافية الله يعافيكم إن شاء الله عافية وصلنا الحين مشاهدين لختام حلقتنا لليوم نتمنى أنها تكون نالت على إعجابكم ولا تنسوا تخبرونا عن الفقرات والمواضيع لتحبون نتكلم عنها من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق صباح الخير يا وطن أتمنى لكم يوم سعيد